نيجي بقى على من ضمن الأسباب اللي بيضطر الطبيب النساء إنه يولد قيساري وبتكون كمان لمصلحة البيبي الحبل السوري لما بيكون ملفوف حوالين رقبة البيبي أكتر من مرة فبيقولك إحنا بنخاف نولد طبيعي لأنه ممكن يبقى عامل زي حبل مشنقة يعني بعض الشر على البيبي فبنولد قيساري بس برضو بتكون النتيجة إن أثناء الشر والحط والحاجات دي ممكن تلاقي البيبي ده واخد بوكسه في وشه ومزرق في حتة أنتوا بتتعاملوا إزاي مع المشهد ده الكورد أرامد نيك أو اللي هو إنه يكون الحبل السوري يلفح حواليه أو الحبل السوري سبق الطفل يعني مش لازم بس دي يعني ممكن حبل السوري سبق الطفل إلى مجرى الولادة فيخاف إنه هو لما يجي نازل يحصل اختناق للطفل لأنه الإمداد الدموي والتنفس وكل حاجة عن طريق الحبل السوري فلو اتخنق في معجرى مع جسم الطفل في مجرى الولادة طبعا يحصل مشكلة ونقص أكسوجين سريع وممكن يعمل مشكلة للطفل ومشكلة لمدى عمره فلذلك يعني معظم حالات الحبل السوري حواليه رقابة الطفل لأ في الغالب بينزل كويس إلا لو كان ملفوف بقاله فترة وهو في بطن الأم فممكن ده بيبقى عامل زي نقص أكسوجين وده بيبان في أن الطفل ده بينزل النفس بتاعه أخباره إيه هل في تشنوجات أو لا مص بتاعه الطفل والرضاعة بتاعته بيرضع كويس ولا وعلى أضوها بنقرر إذا كان الطفل ده محتاج للرعاية الطبية في المحضن أو الطفل ده سليم معافى وممكن يخرج مع مطبس ترجمة نانسي قنقر